السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن ما هي اسباب الام المعدة في الشهر الثالث من الحمل يمكن ان يحدث الام البطن في الشهر الثالث من الحمل نتيجة لأسباب طبيعية لا تشكل مصدر للقلق ولكن في الوقت ذاته قد يدل الام البطن في هذه الفترة على بعض الحالات الصحية التي تحتاج الى تدخل طبي لذلك يجب على اي حامل تعاني من هذه الالام وراجعة الطبيب فهو اشتغس المسؤول عن تشخيص السبب وتحديد العلاج المناسب وقد تتضمن اسباب الام البطن في الشهر الثالث من الحمل ما يأتي اولا اسباب طبيعية للالام في البطن في الشهر الثالث من الحمل قد يكون التقلصات وتشنجات البطن التي تحدث في الشهر الثالث من الحمل مرتبطة بمجموعة من الامور الطبيعية التي تحدث في هذه الفترة وقد تتضمن الاسباب الطبيعية لهذا الالم ما يأتي واحد زيادة تضفق الدم في منطقة الرحم از خلال فترة الحمل تزداد كمية الدم التي تتضفق الى الرحم مما يؤدي الى حدوث ضغط في منطقة الرحم والشعور بألم في البطن اتنين جفاف الجسم لذلك من الضروري خلال فترة الحمل شرب ما يقارب تمانية لعشر اكواب من الماء تلاتة اضطرابات المعدة خلال فترة الحمل قد تعاني الام من الامساك او الغازات التي قد تكون سبب في حدوث هذه التقلصات ثانيا اسباب مرضية للالام في البطن في الشهر الثالث من الحمل تتضمن الاسباب المرضية التي قد تؤدي الى حدوث الالام في البطن في الشهر الثالث ما يأتي واحد الحمل الذي يحدث خارج الرحم وهو حمل يحدث عندما تنغرس البويضة المخصبة خارج الرحم في قناة فالوب وفي هذه الحالة عادة ما يبدأ الالم خفيف ثم يزداد مع مرور الوقت وفي معظم الاحيان تكون هذه التقلصات مصحوبة بالدوار او الاغماء او النزيف المهبلي لذلك عند الشعور باحدة هذه الاعراض يجب استشارة الطبيب على الفور اتنين الاجهاد في الحقيقة في بعض الحالات قد يدل هذا الالم على الاجهاد ويمكن ان تتشابه تقلصات الاجهاد بالتقلصات التي تحدث اثناء الدورة الشهرية الشديدة وفي اغلب الحالات تشعر المرأة بحدوث ألم في منطقة الحود او اسفل الظهر او البطن بالتزامن مع النزيف المهبلي وفي حالات الاجهاد قد يستمر هذا النزيف لعدة ايام ثلاثة حدوث التهابات في المسالك البولية قد تشعر المرأة بمجموعة من الاعراض بالتزامن على الالتهابات ومنها ملاحظة وجود رائحة مهبلية كريهة واشتعور بالحرقة وعدم الارتياح اثناء التبول وقد يكون البول مصحوب بالدم والشعور بالحاجة الى التبول بالتكرار بالاضافة الى وجود ألم في منطقة الحود وفي هذه الحالة من الضروري مراجعة الطبيب لتشخيص الحالة بوقت مبكر حتى لا يصبح الامر خطيرا على صحة الام والجني ولحسن الحظ من الممكن علاج التهابات المسالك البولية من خلال استخدام المضادات الحيوية التي يحددها الطبيب والتي تكون آمنة للاستخدام أثناء الشهر الثالث من الحمل في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت ادعم لكم انتشار الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة